ليست صور الجثث والدمار في بوتشال أسوأ حتى الآن يقول الرئيس الأوكراني عقب إعلان فرق الإنقاذ الأوكرانية تنتشال 26 جثة من أنقاض مبنيين سكنيين في بوروديانكا شمال غرب كييف بدأ العمل على إزالة الأنقاض في بوروديانكا الأمر أسوأ بكثير هناك المزيد من ضحايا هجوم المحتلين الروس ماذا سيحدث عندما يعرف العالم الحقيقة الكاملة حول ما فعله الجيش الروسي في ماريو بول هذا ما رأه العالم في بوتشا ومدن أخرى في منطقة كييف بعد انسحاب القوات الروسية القسوة نفسها وكذلك الجرائم الفضيعة موسكو لم تخفي تكبد جيشها خسائر كبيرة في أوكرانيا إذ وصف المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف هذه الخسائر بالمأساة الكبيرة مشيرا إلى أن انسحاب قوات بلاده من كييف وتشيرنييف كان مبادرة من موسكو لمواصلة المفاوضات لكن مصير هذه المفاوضات لا يبدو واضحا مع تأكيد السلطات الأوكرانية تجهيز موسكو لهجوم وشيك على مناطق شرق البلد وكررت دعواتها للمدنيين بالمغادرة المخاوف من اجتداد الهجوم الروسي في المناطق الشرقية من أوكرانيا أكدتها المخابرات البريطانية التي أعلنت الانسحاب الروسي الكامل من شمال أوكرانيا نحو روسيا وبلاروس وأشارت المخابرات البريطانية إلى أن جزءا على الأقل من هذه القوات سينقل إلى الشرق للقتال في دونباس تستمر الجهود الرئيسية للغوزة الروسي في التركيز على الاستيلاء على ماريوبول وشني هجوم على مدينة إيزيوم واختراق دفاعات تجمع القوات المشتركة في دونتسك في تجاه جنوب بوجي يحاول العدو منعتقد من قواتنا هناك احتمال لشني ضربات صاروخية ومجوية من أراضي بلاروس على منشأة عسكرية ومدنية في أراضي أوكرانيا ووسط تهام موسكو بارتكاب جرائم حرب وتوقعات بمزيد من التصعيد شرق أوكرانيا يزداد طريق المفاوضات تعثرا مع تبدل الاتهامات بين الطرفين وإعلان روسيا تراجع أوكرانيا عن عدد من المقترحات التي قدمت خلال محادثات إسطنبول الأخيرة ورد كييف بدعوة موسكو إلى خفض درجة عدوانيتها في المفاوضات اشتركوا في القناة